اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيكونس عادية ولكن بجمعها يعني ايه يعني لو انت عندك سيكونس زي كده الترم الاول والترم التاني وترم تالت وترم رابع وترم خامس دي كده اسمها ايه اسمها سيكونس تمام طب ايه السيرس السيرس هي مجموع السيكونس لو مسكت الترم الاول عملته بلاس الترم التاني بلاس الترم التالت بلاس الترم الرابع وهكذا بنكتب علامتها ازاي بنكتب علامة سميشن نوتيشن هي دي النوتيشن او علامة السميشن علامة عاملة زي الايه كده من اول الارب وان لحد بقى ما تكمل بقى لحد الان لحد ما لا نهاية وتزي اما السيكونس كده كتب مكملة لحد تي ان لحد الترم اللي هو الان بقى وتفر الان سترم التحقي فهمت كده الحدوتة كلها ودي برضو مكملة لحد تي ان عرفنا كده القصة كلها يعني يا مصدر يعني يا سيدي مثلا مثلا خليني كده اقول لحضرتك لو انا مثلا عندي سيكونس زي كده او مثلا خلينا نقول ماشي خلينا نقول ندي مسألة تعال خلينا ندي مسألة لو انا جيت قلت لحضرتك find الريزالت بتاع ده وقمت كاتب لحضرتك علامة السميشن كده من اول الارب وان لحد مثلا 5 وقمت كاتب لك هنا اربس تقولي هو معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده حط الارب وان تبقى وان plus حط الارب وان لحد ما توصل لفايف اه حط الارب ثري حط الارب فور حط الارب فايف واجمع ايباش ده plus ده plus ده plus ده plus ده ده plus ده ثري ثري بلس ثري سيكس سيكس بلس فور تن تن بلس فايف ففتين فهمت كده لو انا مثلا قلتلك من اول الار مثلا بوان لحد الار بمثلا بكام خلينا نقول هي لازم نبتدي بوان مش لازم ممكن مثلا نبتدي بفور لحد الار بسيفن بس الايه مثلا لتو ار باور تو مينس وان تقولي هعمل ايه حط الار بفور ابتدي حط فور وبعدين حط فايف وبعدين حط سيكس وبعدين حط سيفن وجمعهم كله حط الار بفور 2 x 4 x 2 минus 1 4 x 2 16 16 x 2 32 32 يبقى 31 بلس دي اول واحد حط الار بفور 5 x 2 ب25 25 x 2 50 50 минus 1 ب49 بلس انت فهمنا هعمل ايه حط الار بسيكس 6 x 2 ب36 36 x 2 اظن تطلع ب72 72 минus 1 تبقى 71 بلس حط الارب 7 7 بار 2 ب49 49 times 2 ب98 98 minus 1 تبقى 97 اجمع لكل دول بقى وهو ده اجابة حضرتك فهمت يا باشا الموضوع عبر عن ايه ده فكرة السيرس بمنتهى البساطة يبقى احنا عندنا سيكونس وعندنا سيرس المفاجأة بقى لحضرتك ايه الكلام بتاع السيرس ده بيتعمل كله بالكالكوليتور تقول لي ايه ده بجد اه ازاي يا مستر شايف يا باشا العلامة بتاعة اللوج دي هتلافو ايها علامة ايه بتدوششفت والعلامة دي اهو بص اعمل لك علامة السيرس السيرس نوتيشن بس هو بيسميها اكس الكتاب بيحب الار خلاص احنا هنمشي مع الكتاب بس بعرف ان الاش هي الار طيب اول مسألة دي بيقول لي من اول الاكسب كام اللايكسب وان قولنا لحد كام لحد فايف هجا يكتب له جوه هنا ايه بقى نكتب له ايه اللجوه يعني كده نكتب له ايه اللجوه نكتب له اكس الفا اكس ألفا الأكس ودوس إيكول قاعد يحسب طلع لي 15 على طول كده على طول كده طب بص اللي بعدها قلنا من أول الأكس بكام من أول 4 لحد 7 طب وهكتب جوه يا مستر هكتب 2 x power 2 بعدين minus 1 وندوس إيكول هو بقى هيعض يحسب خلي بالك أنا ما جمعتش دول لسه هيطلع 248 ده مجموع الأرقام دي عرفنا يا باشا الموضوع كله عبارة عن إيه أظن موضوع سهل قوي وبسيط جدا تقول لي طيب وعرفنا إزاي بنعملها على الكالكوليتور عندنا بقى شوية رولز كده قبل ما نبتدي نحلم عليش عندنا شوية رولز عايز أقولها لحضرتك الرولز دي ما هي إلا بس انت ساعد بتتسئل عليها هل أنت مطالب تحل بيه أنت مش مطالب تحل بيه ولا حاجة احنا بس بنعرفك كل اللي أنا عايزك تعرفه من الآخر من الدرس ده إنك تبع عرف إن السيرس هي هي سيكونس بس بتجمع مش أكتر من كده فهمت يا باشا الحدوتة كلها والقصة كلها ده كان الموضوع لإن إحنا بنعدك في الدرسين دول للأريثماتيك والجيومتريك سيكونس من الآخر من الآخر دول اللي بيجي عليهم أسئلة ودول المهمين أصلي ماشيين فتعالا معايا كده يلا نقول شوية الرولز دي عندنا شوية بروبرتيز للسميشن نوتيشن أول حاجة لو أنا جيت قلت لحضرتك اعمل لي كده سميشن من أول الارب وان لحد الان وقمت حططلك كونستان رقم زي تو مثلا الإجابة بتاعة الكلام ده بتاخد كونستان تعمله تايمز العادة شوف أنت عملته تايمزة كم مرة يعني مثلا تايمز ان بمعنى لو أنا قلت لك اعمل لي سميشن من أول الارب وان لحد الفايف للثري وده معناها إيه حط الارب وان مفيش أر أصلا الإجابة ثري بلس حط الارب تو مفيش حاجة الإجابة ثري حط الارب ثري الإجابة برضو ثري حط الارب فور مفيش أر أصلا نبقى خلاص ثري حط الارب فايف بثري إيه ده طلع ثري بلاس ثري بلاس ثري بلاس ثري بلاس ثري تقول لي كم واحدة من الثري دول خمسة من الثري ثري تايمز فايف آه باخد الرقم ده اللي هو السيل اللي هنا أعمله تايمز عددهم ما هو كده كده كلهم ثريهات تقول لي تمامي يبقى أول قانون عند حضرتك لو عند حضرتك constant بتفكه زي c times n تمامي تاني قانون عند حضرتك لو عند حضرتك summation notation بس المرة دي من أول الارب ون برضو لحد الان وقمنا كاتبين لحضرتك r حطتلك جوة r دي إجابتها إيه على طول كده إجابتها احفظ معايا n times n plus 1 divided by 2 تقول لي جي منين ده يا مستر جي عن طريق التجربة ادينا إجزامبل يعني لو قلتلك summation notation من r equal 1 لحد مثلا خلينا نقول 10 لر تقول لي هعمل إيه ممكن واحد فاضي كده يحط الارب 1 1 plus يحط الارب 2 2 plus يحط الارب 3 يحط الارب 4 يحط الارب 5 ب6 ب7 ب8 ب9 بتن ويجمع وطبعا الفاضي ده يعني ما هو ما فيش حد واحد يقول لي طب وانتالي توجه ده ممكن ما حطته على الأقل حزب هو طبعا صح الكالكوليتور بتعملها أنا ما بقولكش حاجة بس فيه قانون بيقول لحضرتك إيه خد ال n ال n دي اللي هي الرقم ده اللي فوق ده اللي هو ال 10 هنا افتح بركت وعمل 10 plus 1 يبقى 11 بعدين divide 2 يعني اعمل 10 times 11 divide 2 10 times 11 110 110 divide 2 تطلع الإجابة 55 على طوله وانت مغمض عنيك هل لو مسكت الكالكوليتور هتطلع لك الرقم ده آه هتطلع لك الرقم ده تمام يا باشا معايا لحد دلوقتي تقول لي زي الفل ماشي نيجي ممكن نمسح الدورية دي كده عشان بس اخلي لك الرولز جنبك اه نيجي لتالت قانون وده يعتبر آخر قانون عندنا بعد كده هي بروبرتي صغيرة كده تبقى بس عارفها لو عندك بقى صميشن لحاجة power 2 من أول ال r 1 لحد ال n بس ال r power 2 قال لحضرتك القانون بتاعك ايه بص يا باش n في n plus 1 في 2 n plus 1 over cam بقى over 6 تقول لي جات منين دي عن طريق ال repetition عن طريق التجربة يعني ايه يعني لو عندي صميشن مثلا example من أول ال r 1 مثلا لحد ال 5 ل r power 2 ممكن واحد يعمل يقول لي هابتدى فكها هعمل 1 power 2 حط ال r 1 بعد كده 2 power 2 بعد كده 3 power 2 بعدين 4 power 2 بعدين 5 power 2 واجمعهم كله واحد تاني يقول له طب ليه ليه وجع الدماغ ده كله طبعا في واحد بيقول له ليه وجع الدماغ ده كله عمله بالكالكوليتور انا فاهم ان ده ضد طبيعي يعني بس تعالى القانون بيقول له حضرتك خد ال n اللي هي 5 بعدين n plus 1 5 plus 1 اللي هي 6 بعدين 2 times 5 plus 1 2 times n plus 1 2 times 5 10 10 plus 1 11 كل ده overcam 6 هتلاقي 6 هتراحيت مع 5 times 11 55 يجي واحد يقول لي ياس صدفة ده اللي قبلها كمان كان 55 يعني ازر انا ما اقولش كده انا ما اقولش كده انا ما اقول انت بقى تقعد تحلم انت وتطلع قوانين مع نفسك مع نفسك يا باب ده صدفة صدفة حلت مسألة طلعت 55 جيت احلت تانية طلعت فيها سبحان الله سبحان الله هي طلعت كده ماشي بعد اذنك بتعودش ايه شغل مخك شغل مخك في منهجك بلاش تقعد ايه تحس ان العالم متآمر عليك او ان في حاجة ما فيش حاجة عادي عادي جد ماشي طيب ماشي يا مستر ماشي يا مستر خلاص عرفنا كده الكلام ده والدنيا سهلة والدنيا بسيطة دول التلت قوانين بتوعنا طب افرد جات لي بقى في مسألة ودي البروبرتي الاخيرة افرد جات لي مسألة فيها R او R بس جنبها رقم تقول لي يعني ايه يعني مثلا قال لي من اول ال R ب 1 خلي بالك القوانين دي كلها بتبتدي من ال R ب 1 يعني لو ال R ده بيبتدي من رقم مش ب 1 ماينفعش تستخدمه ركز معايا هقولك ازاي تستخدمه كمان شوي بطريقة تانية بس كده ماينفعش تستخدمه تقول لي ماشي البروبرتي اللي بعدها بتقول لحضرتك ايه بقى لو عندي رقم يعني لو عندي 2R قال لحضرتك ممكن تعملي شايفة 2 دي طلعها لي برة خالص واشتغل عادي القانون بتاعك عادي جدا يعني لو عندك رقم هنا ارميه برة خالص يبقى لو عندي كونستنت بعمل ايه بطلعه برة بس كده بس كده الكونستنت يطلع برة لو عندك سمشن نوتيشن كده من اول ال R ب 1 لحد انو حطيت كونستنت C هنا وبعدين حطيت جوه اي حاجة اي حاجة حطتها function of R TR هي هي بتطلع الكونستنت برة وتشتغل مسألتك عادي جدا بالقوانين بتاعتك بالدنيا جميلة بالدنيا زي الفل طالما ال R بيبتدي ب1 سهل لحد دلوقتي طب سؤال بقى افرد ال R مش بيبتدي ب1 يعني افرد جالي مسألة قال لي مثلا انا عايز من اول ال R ب4 لحد 7 وقم تكاتب لك هنا اخر اعمل ايه ولا تصرف ازاي هل لا ينفع اجه اطبق القانون ده قال لي حضرتك لا وما اللي يعمل يا مستر بص بقى معايا وافهم كده هو يعني ايه اجمع لي يعني ايه من R من ب4 لحد 7 يعني اجمع لي حط مرة ال R ب4 ومرة ال R ب5 ومرة ال R ب6 ومرة ال R ب7 واجمعه تقول لي اه طب انا ممكن اعمل حركة صائعة انا ممكن اجمع اطبق القانون عادي بما ان القانون بيشتغل لحد لحد من 1 لازم يبتدي من 1 ممكن اجمع من اول 1 لحد 7 انا كده جمعت من 1 ل7 ونقص منهم مجموع من 1 ل3 اه لنفس المسألة يعني انا هجمع من 1 ل7 ونقص منهم من 1 ل3 طب ليه كده عشان استخدم القانون مرتين هنا هستخدم القانون ازاي هعمل ال N اهو القانون اهو N اللي هو 7 في 7 plus 1 اللي هو 8 over 2 minus هنا هستخدم القانون ازاي ال N بتاعتها هنا بكام ب3 في 3 plus 1 اللي هي 4 over 2 واجمع دي واجمع دي دي هتطلع معايا ب28 minus دي هتطلع معايا ب6 تطلع الاجابة كلها ب22 شكرا حسبتها بدماغي واحد تاني يقولي طب وليه الشقة ده ما تحطها على الحزب انا فاهم يا حبيب والله انا فاهم انا فاهم ان ده صح يعني بس انا بقولك هنشوف الكلام ده ايه واحنا بنحل ماشا يا باشا على فكرة هو ده درس حضرتك هو ده الدرس كله ما فيهوش اي حاجة خالص يعني انا بس مش عايز اي حاجة مننا غير الكلام ده تمام يا باشا يلا بينا كده تعالى نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لو في حاجات بالكالكوليتر رح ممكن نطلعها على طول في قوانين نقولها برضو القوانين يعني تبقى ايه تبقى عارفة اول حاجة كده بيقول لحضرتك سميشن 5 من اول الارب وان لحد 5 للثري كان فيه قانون قلنا ايه لو عندي كونستنت افكرك بيه اهو من اول الارب وان لحد الفايف واي كونستنت هنا اي سي قلنا بناخد ايه بناخد السي طايمز الان اللي فوق ده صعب سوري بعدين بقى شيل بقى انت انت مشي انت بقى خالص بقى امشي هو فين اهو امشي يا باب امشي يا باب امشي يا حبيبي طيب مسائل اللي تشوز بقى تعال بقى نبتدي كده اجول سؤال بص بيقول لحضرتك بيقول لك لو عندي سميشن من اول 5 لحد 1 للثري ميش نعمل ايه طبعا ممكن واحد يحطها على الاحاسب هتطلع له الاجابة على طول والتاني يقول لي لأ انا عارف فيه قانون القانون ده بيقول ايه يا مستر القانون ده بيقول ان سميشن من اول الار طالما ب 1 لحد 5 لأي كونستنت في الدنيا او لو دي ان لأي كونستنت في الدنيا باخد الكونستنت ده اضربه في الان يبقى انا هعمل هنا 3 times 5 تطلع 50 شكرا خلص طب بص هنا كده بيقول لحضرتك هل ينفعج اطبق نفس القانون هنا لا ليه عشان الار بتبتدي بتقول تقول لي بما لعمل ايه قدامك يا اما تحطها على الال حزبة طبعا تحطها على الال حزبة يا اما يا اما تقول لي ان هجمع الارقام من اول ال 1 لحد 5 لل3 ونقص منها الارقام من اول ال 1 لحد 2 انت فهم لا سوري اناقص منها من اول ال 1 لحد ال 1 يعني اشيل منها اول term بس طب وهو اول term فيها بكام ب3 اه يعني اشيل فيها الترم الاول اللي هو 3 اشيل فيها 3 يعني ودي كان ب15 احنا لسه حزبنا 15 minus 3 12 تمام يا باشا طب اللي بعده ايه ده مستر ده القانون المباشر اهو ده كنا بنحله ازاي كنا بنعمل n في n plus 1 over 2 ال n هنا كام 4 في 4 plus 1 اللي هي 5 over 2 ده divided ده 2 2 times 5 10 شكرا اللي بعده عايز تعملها لأ الحزبة انت حر طبعا طبعا هاتي تعمل طب هنا هنا كنا بنعمل ايه قانون n في n plus 1 في 2 n plus 1 بس كله over كام over 6 طيب هو ال n هنا بكام 10 10 plus 1 11 2 times 10 plus 1 2 times 10 20 20 plus 1 21 over 6 تقول لي طيب نبتدي نعمل simplify divide 3 equal 2 divide 3 equal 7 divide 2 equal 1 divide 2 equal 5 يبقى عمل 5 times 11 times 7 5 times 11 55 55 times 7 همكسل بصراحة طلع على الأل الحزبة ادي 5 وcarry up 3 ده times ده 35 35 و3 يبقى 38 يبقى الاجابة 385 ماشي انت ممكن تحطى على الأل حزبة وخص طب هنا عايز مجموع دول تقول لي قولك قدامك طريقتين للحل اول طريقة انك تحطى على الأل حزبة هتطلع لك تاني طريقة انك تعمل ايه تقول لي بص انا هجمع الأرقام من اول ال 1 عشان اطبق القانون لازم ال 1 لحد 23 صح ال 23 ليه ال 3R وقلنا ال 3 دي ممكن تطلع برا خالص اهو اناقص منها مجموع الأرقام بقى من أول ال 1 لحد 6 اهو يعني انا انا عايز ابتدي من 7 فهاخد من 1 ل 23 وبعدنا ناقص من 1 ل 6 اهو لنفس المسألة 3R فحط ال R هنا واخد 3 برا كومان فاكتور وطبق الرول هنا بس اضربه في 3 وطبق الرول هنا بس اضربه في 3 تعالا يلا نعمل الكلام ده اول حاجة في 3 ماليش دعو بيها طب دي برحلها ازاي N اللي هو 23 في N بلاس 1 اللي هو 24 على 2 دي في 3 N بستة في N بلاس 1 ستة بلاس 1 ب7 over 2 وحسب الحزبة دي خلاص واحد يولي تم كنت حطها على الحزبة وخلاص من الأول انت ليه غاوي تعمل انت ليه بتعمل كده يا عم خلاص يا عم خلاص خلاص بقى حطها وخلاص تطلع الاجابة مع حضرتك اني واحدة بقى كده اظن كده تعالى كده نبتدي نحسبها كده ونشوفها تطلع اني حاجة calculator 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 ماشي انا بحسبها هون تطلع يا سيدي الاجابة مع حضرتك رقم هتطلع 765 رقم B ماشي يعني حسبها كده وتأكد يلا اللي بعده لو جاب لي حاجة زي كده زي question 6 تقول لي ايه ده بقى ده جاب لي plus و minus اعمل فيها ايه على فكرة ممكن تحسب واحدة واحدة لوحدة يعني ايه يعني الار باور 2 ده قانون احسبها لوحدة plus submission دي الوحدة لنفس الففتين للار plus submission نفس المسألة من الار بون لحد الففتين للون ممكن تحسب تعمل القانون هنا والقانون هنا والقانون هنا ده لو انت عايز تشتغل بالرول الرول بتاع الار باور 2 كان بيقول ايه كان بيقول ان في ان بلاس وان في 2 ان بلاس وان 2 times 15 بلاس وان يبقى 31 على 6 بلاس قانون الار بس كان عبارة عن ايه باخد الففتين اللي هي ان في ان بلاس وان اللي هي 16 على 2 قانون الكونستانت كنت باخد الكونستانت الوان اضربه في الان في 15 واجمع الحزبة دي كلها يا باشا يطلع الاجابة مع حضرتك رقم ايه فمنك كده هنهبب ايه يعني ايه دا لو انت عايز تشتغل بالقانون طبعا بص كل دا شايف كل دا الاحزبة تقدر تحطه على الاحزبة انا يعني انا بس ايه بفهمك بس الحدوتة كلها كنت ماشي ازاي طب هنا بيقول لي الفاليو بتاع السيرس دي ماشي هنعمل ايه اا 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 تقول لي دي بقى دي تحطها على الاحزبة دي هل دي لها قانون لا دي مالهاش قانون بس انت ممكن تبقى فاهم ان الان هو دا معنى ايه اصلا انا ممكن تبقى فاعرفة الا طول اجابتها بنسبة كبيرة هتطلع زيو مش احنا قولنا ان دي معنى بست بتبتدي بعدين انت متخيل هتبعد تجمع عشرة اول اتنين هيشيلوا بعض مجموعهم بقى التاني اتنين هيشيلوا بعد تالت اتنين هيشيلوا بعد رابع اتنين هيشيلوا بعد خمس اتنين هيشيلوا بعد درس اللي فات شوية ماشي هنا بقى بيقول لك Submission للR ب136 طب Submission لل4R مش احنا قلنا ممكن ناخد الفور دي تطلع بره بره خالص يعني كايني بعمل الرقم ده times 4 بس من الR ب1 لحد الN للR اعمل الرقم ده times 4 ده times 4 يطلع بكام اظن يطلع مع حضرتك بي 544 الاجابة رقم كام رقم بي اللي بعده بيقول لك عايز Submission ده وزائد Submission ده ركز معي ركز معي ابوس ايدك الموضوع سهل جدا هو بس ايه بمجرد النظر شايف هو عايز يعمل ايه اولا انا ملاحظ اللي جوه دول زي بعض بص كده 3R plus 2 3R plus 2 بص عايز يجمعي هنا عايز يجمع من اول الترم الاول لحد الترم العاشر بعدين عايز يجمع plus من الترم ال11 لل35 طب ما هو معنى كده عايز يجمع من الاول لل35 على بعض يعني انت هتوقع دماغي ما هو نفس الحاجة لنفس الحاجة هو اه يعني من الاول لال35 على طول هتوقع دماغي ل3R plus 2 اه تمام تمام يعني هو على طول بيقول لي هنا اجمع لي من الاول للعاشر بعدين اجمع لي لأ بقى اكمل بقى من ال11 لل35 يا عم انت تشتغلني ما على طول يا عم ما تقول لي من الاول لال35 لنفس البتاعة اللي جوه دي بس كده يبقاني واحدة رقم ايه ماشي يا بشو مهندس اتمنى طبعا ان دي تكون ايه ان دي تكون واضحة ايك طيب المسألة رقم 10 بص كده بيقول لي ايه بيقول لي summation الان وهنا الارب وان اللي الكلام دوت بزيرو طيب واحدة يقول لي هعمل ايه واحدة يقول لي والله اجرب الاختراط اقعد اجرب كده حط مرة ما كان الان ده 25 واشوف الصمشن ده فعلا هيطلع لي بزيرو ولا لا واحدة يقول لي والله بص انا هعمل كده بس انا عايزك تبعي الناصح ركز معي هو امتى الصمشن ده يبقى زيرو مش انا لو حطيت الان دي بـ 25 هتبقى دي كان 100-4x25 هتبقى 100-100 يعني عايز مجموع من اول الارب وان لحد ان لزيرو طيب يعني هعود اجمعي زيرو زائد زيرو زائد زيرو لحد ان تايمز بقى اه يبقى معنى كده الان دي لازم تبقى كام بـ 25 يعني انت فاهم لازم اللي جوه ده يبقى 100-100 تمام فهمت كده يعني القصة كلها طيب رقم 11 بيقول لك صمشن الكلام ده بـ 55 طبعا دي ممكن نجيبها مع القانون معنى كده ان في ان بلاس 1 فاكر قانون الان اللي هو الار بار 2 في 2 ان بلاس 1 على 6 الكلام ده بـ 55 تمام وبيقول لي سمشن 2R بلاس 1 منس 1 equal 25 طبعا انت من المسألة دي تقدر تجيب ايه القانون الوحيد اللي عندك الان ممكن بقى تعد تفك هالي زي الشاطر كده وتطلع الان واحد يقول لي يان هاريسود وانا هقعد اعمل كل الكلام ده اقعد افك كده وانت ولا هتفك ولا هتنايله مال هنعمل يا مستر هنطلع حبيبتنا شوف شخص واحد بل جاء له في الكلام ده مين بقى اش شفت اصولف يعني ممكن واحد يقول لي طب وشفت اصولف لي يا مستر وانت كنا نجرب الاختراط ما تجي نجيب من هنا نعرف الان دي بكام خلي بالك القانون بيبتدي بان سوري قانون بيبتدي بان اهو وهنا معرفش كام يعني ده اللي انا معرفوش هعد اجرب هشوف الان بس بكام وهنا اكس بارتو الفا اكس بارتو احنا كنا بنحط هنا اكس عاديل الار بارتو بتاعي اهو تقول لي بقى اجرب انا عايز السميشن ده يطلع 55 هل لو حطيت هنا مثلا 3 هيطلع 55 طب هل لو حطيت هنا 4 هيطلع 55 طب هل لو حطيت هنا 5 الصميشن ده هيطلع 55 اه ايه ده يعني الان دي ب5 خلاص اعرفنا الان واحد يقول لي كان ممكن اكتب القانون ده واعد افك بقى واجيب الان اطلع لك الان ب5 اه هتطلع لك الان ب5 تمام يبقى انا عرفت ان الان ب5 يبقى دي كده عبارة عن ايه بقى تاني حاجة دي دي عبارة عن ايه صميشن من اول الارب 1 لحد ال5 لتو ار مينس 1 قال لي الكلام ده ب25 تقول لي طب ماشي فين القانون يعني ما انا عارف كل حاجة ماشي هي معلومة زيادة معلومة زيادة كان ممكن منها برده تجيب من دي الايه كان ممكن منها تجيب الان بتاعتك ماشي عايز يعرف ايه بقى عايز صميشن الارب 2 ده عشان الراجل ده عايز صميشن من اول الارب 1 لحد نفس الان اللي هي اللي انا عرفت انها قريدي ب5 ولو اني مكنش محتاجة اجيبها اصلا الارب 2 بص 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 اللي هي دي زائد الارب 2 الارب 2 ده عايز يجمعهم على بعض ده كان من الاول اصلا اصده ايه اصده انك منت عندك مجموع ده مجموع ده ب55 ومجموع ده بكام ب25 اجمعهم مجموع دي الوحدها منت عارف ان السعالمة الصميشن بتتوزع على ده الوحده وعلى ده الوحده هو ده هدف السؤال اصلا ده قريدي ب55 وده ب25 يبقى 55 و25 تطلع الاجابة بAT ماشا باشا دي كانت المسألة رقم 11 اللي بعده بيقول لحضرتك سمشن من اول الارب 1 لحد 25 ل3 بلاس كي ار ايكوال 100 عايز يعرف الكي والله ممكن واحد يجي يقول لي ايه يقول لي والله مستر انا وعد اجرب هطلع كده قالت الحزبة وعد اجرب واحدة واحدة كده وابتدى شوف الكلام معايا هيطلع بكام صح جدا واحد تاني يقول لي لا انا احلها بالقوانين ايه اللي بالقوانين دي هفكها هفك كده مسألتي هقوم ايه الصمشن اهو من اول الارب 1 لحد 25 ال3 الوحدة بلاس صمشن تانية من اول الارب 1 لحد نفس ال25 لk times r الار هي والk برا الk ده constant رقم الكلام ده 100 هي دي بتتفكي ازاي الثري دي قلنا باخد الثري تايمز ده الثري تايمز الN ثري تايمز 25 ب75 بلاس الكي ماليش دعو بيها دي بقى بتتفكي ازاي هاخد الثوينتي فايف الN في N بلاس 1 اللي هي 26 على 2 الكلام ده بسوري بكام؟ قال لي ب100 ولا بتن؟ ب100 قاسف فين القانون الوحيد اللي في الاكويشن دي؟ الكي تقدر يا باش هتجيب للكي؟ تحط shift solve على الكالكوليتور تطلع الكي بتاعتك شفت كان ممكن تحلها عادي بالرول ازاي هو باللستبس الموضوع سهل ما فيهوش حاجة اللي هي الاجابة هتطلع لك 1 على 13 ازاي هتطلع كده في الايخ طيب مسألة رقم 13 بيقول لي زا صمو في زا بازتف مالتبولز of the number 6 and less than 100 هو عايز يعرف ايه بقى؟ عايز يعرف المالتبولز بتاعت 6 هو ايه مالتبولز 6؟ تقول لي مالتبولز 6 يعني ايه؟ يعني 6 ومضاعفاتها خلي بالك مضاعفات 6 6 12 times 3 تبقى 18 6 times 4 تبقى 24 بعد كده 30 وهكذا general term بتاعها ايه؟ خلي بالك انا عمال اعمل ايه؟ انا عمال اعمل 6 or بس هل هو عايز الترمات دي؟ لا ده عايز يا مستر مجموعهم مجموعهم اه مجموعهم بس الحد فين؟ هل قال لي اقف لحد الترم من 100؟ قال لي لا قال لي لحد اما الرقم اللي هنا يبقى 100 او الرقم اللي اقل من 100 طب هو ايه الرقم اللي divisible باي 6؟ اللي اقل من 100 هل هو مثلا ال 99 هل ينفع عمل ال 99 هل ال 99 multiple 6 هل ينفع عمل 99 divided 6؟ لا هل ينفع عمل 98 divided 6؟ لا هل ينفع من 97 divided 6؟ لا هل ينفع من 95 divided 6؟ لا هل ينفع من 94 divided 6؟ لا 93 divided 6؟ هو فيه ايه؟ 92 divided 6 تقولي انا فوت رقم ولا ايه؟ احنا احنا قلنا الـ 90 كام؟ احنا قلنا يا ولاد الـ الـ 92 مثلاً divided 6 ولا ما قلناش؟ اه قلنا انا ابتديت سواني ابتديت من 99 وبعدين 98 99 قلنا وبعدين 98 قلنا وبعدين 97 وبعدين 96 هي دي اللي مفروض تنفع 96 اه يبقى اقل حاجة هفضل مكمل كده معلش انا تقولت شوية لحد 96 اه السؤال بقى الـ 96 ده هو ده الترمك كام؟ انت الترمك كام انت؟ هل انت فعلاً هل هاعد اجمع 100 ترم؟ هل انت متخال الـ 96 ده؟ ده الترم رقمية؟ ازاي طبعاً؟ اذا كان الـ 18 هو الترم الثالث اذا كان ده الترم الرابع اذا كان ده الترم الخامس هل ده الترم كده؟ ولا ده الترم الـ 16؟ ولا ده الترم السادس؟ ولا انظمه بالضبط؟ لا هو الترم الـ 16 واحد يقول لي عرفت منيه انه هو الترم الـ 16 تعال نعرف كده ده مش الـ general formula بتاعتي 6R أو الـ general term الـ 6R ده الـ R بكام؟ انت R بتاعتك بكام؟ عشان تبقى 96 انت الترم كام؟ هعمل 96 divided 6 يطلع الـ R بـ 16 الترم الـ 16 تمام يا مستر فهمت يا باشا الحدوتة والقصة كلها تمنى طبعا تكون واضح لك مسألة كمان بيقول لي the 20th term الترم رقم 20 في D بص كده بيعمل 2x4 4x6 6x8 تعال نجيب الـ general term الاول هو الـ general term بتاعي عبارة عن ايه؟ الـ general term بخذي بالك هنا بيعمل 2 بعدين 4 باخد الارقام الاولى بعدين 6 كل شوية عمال يعمل times بيعمل ايه؟ بيزود اتنين عمال بيزود اتنين اه يعني general term هنا 2n سعى؟ 2n حط كده 2x1 2x2 4 2x3 بالرقم ده سعى؟ طب هنا 4 6 ايه؟ التاني ارقام دي عمال يزود اتنين خلاص يبقى برضو 2n بس استنى مش هبتدي بـ 2n بقى لا 2n بس وبعدين بقى مالها بلاس 2 ليه بلاس 2؟ بص كده 2x1 ب2 بلاس 2 4 2x2 4 بلاس 2 6 اه ازيد منها باتنين ده كده اسمه general term ده تي ان طب هو عايز يعرف ايه؟ عايز مجموعهم لحد فين؟ عايز ده 20 سوري ده عايز ترم رقم 20 ده عايز ترم رقم 20 خلي بالك هو مش عايز مجموعهم هو عايز ترم رقم 20 في السيكونس دي في السيرس دي اسف ده الترم الاول الترم التاني الترم التالي عارف لو كان عايز مجموعهم كنت اعمل سمميشن واعوض واقول 20 انما لا ده عايز الترم رقم 20 هعوض عن الن بعشرين التي 20 هيبقى 2x الن بتوينتي 2x20 يبقى 40 مالتبلايد باي 2x20 40 بلاس 2 يعني 42 يعني اعمل 40 مالتبلايد باي 42 تعال كده نعمل 40x42 40x42 يطلع الاجابة 1680 اللي هي رقم كام اللي هي رقم ايه مسألة اللي بعدها يا شباب رقم 15 بيقولي 1 2 3 4 لحد 20 باي يوزينج السمميشن نوتيشن هو ايه الجنرال ترم اللي هنا او ايه الجنرال ترم اللي هنا ان صح طب انا عايز سمميشن او ان بقى نسميها ار ما احنا في السمميشن دايما بنسميها ار ار خلاص ده حط الار بوان بتو بثري هو ده عايز سمميشن لحدYO сравدين بقى . ان ده العلم سمميشن لمحت位ail怎麼辦 ده ترم كام ده الترم التاني ده الترم التالت ده الترم الرابعة بقى ده الترم العشرين يبقى انا عايز اعود goal ده جمع اجمع اجمع لحد العشرين للار اللي هي الفين اللي هي دي واحد يقولي يالك انيمكن ممكن امسك الأغلة الحاسق قعد احسب ادول و بعدين ادالك ادالك انyah اتاجر باني واحدة اللي بنفس الرقم صح طب هنا ايه الجنرال ترم اللي هنا مش دي ارقام even قلنا الارقام الايفن الجنرال ترم بتاعها 2N او مش بلاش N بقى 2R يا عم صمش عايز يعمل لها صمش تمام من اول الارب ون لحد كام الثرتي ده هل ده الترم رقم 30 لا ده الترم الاول ده التاني ده التالت ده الرابع ايه ده يبقى ده هيبقى الترم الكام الخمستاشر متخيل الاربعة هي الترم التاني ستة هي الترم التالت تمانية هي الترم الرابع او معمولة divided 2 تمام يا مستر ماشي ماشي اللي بعده رقم 17 واخد بالك بنجيب الجنرال ترم وبعدين نجمع ايه الجنرال بوس 1 بار 2 2 بار 2 3 بار 2 يبقى الجنرال ترم R بار 2 عايز يجمع لحد فين بقى من اول الارب ون لحد فين يا باشا لحد الات اهي يبقى 17 رقم ايه اللي بعده 3 بلاس 6 بلاس 9 هو عمال يعمل ايه هنا عمال يزود 3 يبقى مدام عمال يزود 3 3R طب هل بديتي فعلا عند الثلاثة 3x1 3 3x2 6 3x3 اه يبقى ده اسمه الجنرال ترم انا عايز اجمع لحد فين بقى لحد انفينيتي حط نقط من اول الارب كام الارب ون فين يا مستر الكلام ده اهو واحد يقول لي ما انا ممكن اجرب الاختيارات والدنيا تمشي معاي ايوه صح 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 طبعا طبعا صح طب هنا بيقول لي 2 بعدين 1 بعدين half خلي بالك كل شوية عمال يعمل ايه عمال يعمل ايه اه 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 خلي بالك لما بنعمل times و divide رقم بنخش في قصة تاني اسمه geometric sequence ودي هنتكلم عليها بالتفصيل تقول لي يعني ايه يعني بص كده معايا مثلا اول مسألة اول مسألة هنا او تعالى نجرب كده هو اولا قاعد يجمع 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 لحد فين انفينيتي فالاجابة يا رقم ايه يا رقم سي تقول لي ماشي هجرب بقى اني واحدة للجنرال ترم بتاعها يديني السيكوانس دي جرب كده اول واحدة اول واحدة ايه رقم ايه يا رقم سي هاف باور 1 انا ببتدي ب1 1-2 يعني هاف باور نيجاتيف 1 ب2 صح هاف باور 2-2 يعني هاف باور 0 اي حاجة باور 0 ب1 صح هاف باور 3- ده 3-2 يعني هاف باور 1 باهاف اه يبقى هي دي فهمت كده الحدوتة طب هنا هل عمالي اجمعت الانفينيتي لا ده اللي اجمع يجمع يجمع لحد نيجاتيف 216 واحد يقول لي هاعد اجرب واحدة واحدة اجرب بس اشوف اللي بالشكل اني واحدة هنا الجنرال ترم بتاعي ايه خلي بالك ده نيجاتيف 1 وبعدين نيجاتيف 8 بعدين نيجاتيف 27 عمالي يعمل ارقام باور 3 نيجاتيف 1 باور 3 نيجاتيف 2 باور 3 نيجاتيف 3 باور 3 نيجاتيف 4 باور 3 لحد الـ 216 ده اللي هو نيجاتيف كام اظن نيجاتيف 6 باور 3 نشوفي نيجاتيف 5 باور 3 هو عايز يجمع كل دول بلاس 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 عايز يجمع كل دول تقول لي ازاي بلاس ده ما بينهم ماينس يبني ما هو بلاس نيجاتيف 8 بلاس نيجاتيف 27 عايز يجمع دول يبقى ده سمشن نوتيشن الجنرال تيرم بتاعي عبارة عن ايه الجنرال تيرم بتاعي عبارة عن نيجاتيف R power 3 صح كده قاله لأ نيجاتيف R power 3 لانه على طول نيجاتيف النيجاتيف مش هيتشال من اول الارب 1 لحد الارب بقى كام لحد الارب 6 6 تيرمات عايز يجمع دول اللي هي الاجابة رقم كام اللي هي الاجابة رقم دي عرفنا يا باشا كده الموضوع كله طيب رقم 21 قولنا مناخد دايما الارقام الاولى مع بعض والارقام التانية مع بعض عشان نكمل السيكونز 1 2 3 4 يبقى دي R طب 2 3 4 هي هي بص يعني عمل برضه R بعملها زود واحد بس انا ابتديت من 2 زود واحد ده اسمه الجنرال تيرم عايز عمله سميشة من اول الارب 1 لحد فين بقى انفينيتي بكمل يبقى اني واحدة رقم ايه لبعده مسألة رقم 22 نفس الحدود بص ابتدى 2 3 4 يبقى 2 3 يبقى دي R بلاس 1 فعا R بس بلاس 1 عشان انا ابتديت من اول 2 3 4 يبقى R بلاس 2 عايز يوضي يجمع لحد انفينيتي يبقى R بلاس 1 و R بلاس 2 لحد انفينيتي ماشي نيجي اللي بعده واحد يقول لي طب استنى انت تسرعت ليه ما ممكن كانت تبقى دي اصخلي بالك هنا قيل لي من اول الارب 2 تعال نجرب ممكن كانت تبقى صح على فكرة تعال نجرب جرب كده عوض هنا من اول الارب 2 2 times 2 بلاس 1 بس 3 بلاس جرب حط الارب انا جربت من اول الارب 2 حط الارب 3 3 times 3 بلاس 1 4 ايه دا اندي طلعت صح يبقى دي صح ايه دا ودي برضو صح يبقى old previous بس خلي بالك دايما لو في old previous دي مالهاش قعدة فانت بتجرب طلعت فعلا معاك old previous يبقى خلاص يبقى الاجابة فعلا هتكون old previous طب اللي بعده 7 7 7 ايه دا كلهم 7 times صح كده 1 2 3 R معا 1 2 3 DR R ادي واحد يقول لي طب ليه مش دي لأ ما احنا قلنا مش في times دا في البلاس هو اللي دي بتاخد summation ودي بتاخد summation عيش يا باشا عرفنا كده القصة كلها دي كانت رقم كام رقم 23 اللي بعده مسألة رقم 24 كاتب لي هنا طيب والله بص 1 2 3 بعدين 3 4 5 بعدين تعال نمسك دي 1 3 5 فاكر دول كده دول odd numbers كان ايه odd numbers ايه الحاجة بتاعتهم 2R minus 1 ارجع للحصة اللي فاتت طب 2 4 6 دول even number 2R 2R دول even number طب بعد كده 3 5 مش عارف ايه هم نفس odd number يعني 2R بس هاتليهم بقى plus 1 ليه plus 1 جرب كده اعوض كده 2 times 1 حط الارب 1 بداية من الارب 1 2 times 1 بتو زود عليها 1 اه عشان ببتدي ب3 2 times 2 4 4 plus 1 5 فدول التلات حاجات هم دول التلات حاجات times بعض عايز اخد لهم some mission لحد فين بقى من الارب 1 لحد الانفينيتي يبقى فين بقى من الارب 1 لحد الان لانه حطيتلي نقاط 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 وهكذا تمام طب هنا هل هنا مكمل لانفينيتي لا يبقى تي خلط تمام ابتدى هاف بعدين 1 over 4 تعالى نبتكي بالجنرال فورميلا فوق 1 ثابت طب تحت 2 4 6 8 اه ده اللي هو 2R لحد فين بقى من اول الارب 1 لحد هل لحد 10 term لا 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 بص ده الترم الاول ده الترم التاني ده الترم التالت لما هنا 6 ده الترم التالت لما هنا 8 ده الترم الرابع يبقى لما هنا 20 ده الترم الكام العاشر يبقى الاجابة هتكون رقم C دي كانت رقم 25 طيب مسألة رقم 26 بص كده بيقول لي ايه بيقول لي اللي قدامي ده وات using the summation notation اني واحدة من دول والله عدى اجرب اجرب واحدة واحدة اظنو عد جرب شكلها كده تطلع رقم دي ليه حط كده الارب 1 negative half power 1 بnegative half بلس حط كده الارب 2 negative half power 2 تبقى positive 1 over 4 حط كده الارب 3 negative half power 3 تبقى negative 1 over 8 وهكذا تفاهم كده هي هي دي خلص يبقى هي رقم كام رقم دي ماشا يا شباب رقم 27 كاتب لي حاجة زي كده برضو عايز using the summation notation ممكن تقضي على فكرة تجربهم واحدة واحدة او فوق في 2 سابتة طب تحت بص كده في 2 وبعدين 2 ايه ده بعدين 4 وبعدين لا دي شكلها ما لهاش قاعدة دي شكلها كده من الحاجات وبعدين 1 و 3 يعني ايه ده هو ايه اللي كاتبه ده يا مستر ده بص ده عمال يكتب لي حاجات كده غريبة طب نعمل ايه بقى نجرب يا حبيبي مقول ده ماش غير كده بص دايما اي حاجة معقدة كده انت شايف شكلها سخيف سخيف فكك منها يعني يعمل ايه يعني 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 ما تعقدش نفسك فكها تقول لي يعني ايه يعني بص معايا كده او تقول لي والله تعالى مثلا انا شاكك في يدي يدي ليه لانه هنا والله حاطتلي 10 تعالى نشوف ايا كم ترمو الاول ولا كده تعالى نجرب دي دي كده 2 فوق حط الارب 1 1 times 1 plus 1 يبقى 2 فعلا شبه plus 2 over حط الارب 2 2 times 2 plus 1 يبقى 3 plus حط الارب 3 2 وبعدين 3 times 3 times 1 3 plus 1 تبقى 4 تمام ايه ده طب ما هي ما انا كنت ممكن اعملها على فكرة بس بس هي مش مترتبة يعني بص بص هي مكتوبة بس انا اللي اطلقبطت اللي مش عفت لأخبطت ليه 1 over كده بعدين plus 2 over 2 plus 3 ايه سوري 2 times 3 بعدين plus 2 over 3 times 4 طب ما هي 1 و 2 3 و 4 لحد 9 هو بس انت اواخد بالك مش اقلب دول يعني يعني كان ممكن مش اقلبهم عادي 1 2 3 انا انا تمشي عادي فهتبقى r والتانية R plus 1 لانها بتبتدي بايه بقى ب2 بعدين 3 بعدين 4 بعدين R plus 1 وفوق 2 وصمشا من اول الارب كام بقى من اول الارب 1 لحد الارب كام قلنا بتخلص عند الكام خلي بالك بقى الارب تبتدي من ال 1 وبتخلص هنا عند ال 9 يبقى لحد الارب 9 اه دي انا واحدة دي رقم دي خلي بالك وحد يقول لي ليه انا مش فهم يا مستر تاني تاني معلش بص عشان بس انا معلش انا للاخبطتك في الاول احنا هنكتبت 2 بس هعيد ترتيب دول بدل ما دول 2 times 1 هعملها 1 times 2 حصل حاجة ما حصلش حاجة 2 over هنا هنعمل 2 times 3 هنا 2 over بدل ما دي 4 times 3 لا هعملها 3 times 4 انت فهم كده انا عملت ايه plus لحد 2 وهنا 9 times 10 سهل كده general term فوق 2 طب تحت ابتدت 1 2 3 3 ايه ده دي R طب هنا ابتدت 2 3 4 5 R plus 1 انا بقى خلصت الحد فين خلصت الحد 9 بص من اول ال R ب 1 وبعدين 2 بعدين 3 لحد ال 9 اه يبقى سميشن من اول ال R ب 1 لحد ال R ب 9 دي كانت رقم كام دي كانت رقم سوري هتبقى بقى الاجابة C انا انا ليه قلت دي الاجابة C انا قاسف لان فيه 2 فوق هنا مفيش 2 هنا فيه 1 يبقى الاجابة رقم C بعتذر اللي هي رقم كام يا شباب اللي هي دي كانت 27 اللي بعده بيقولي by using the submission notation expression اللي قدامك ده 9 بعدين 99 بعدين 999 بعدين مش عارف ايه ركز معي هي دي سخيفة شوية ال general term بتاع الكلام ده يمكن دي لو كنا حلنا مقالي شوية كنت انت عرفت لان دي من الحاجات اللي نقدر نقول عليها مشهورة شوية ال general term بتاع الكلام ده 10 power n minus 1 او 10 power r minus 1 ده ال general term بتاعها تقولي ليه حط كده ال 4 1 10 power 1 minus 1 ب9 حط كده ال 4 2 10 power 2 اللي هي 100 100 minus 1 ب99 حط كده ال 4 3 10 power 3 1000 1000 minus 1 999 اه ده ال general term بتاعها قدين عرفناه هنا هي يبقى لما جيلك حاجة 9 بعدين 99 بعدين 999 عبارة عن ايه 10 power حاجة minus 1 عرفنا كده القصة كلها يعني دي برضو كانت ايه في الحاجات المقالة يعني طب هنا بيقولي ان الايه عبارة عن السميشن من اول ال 4 1 لحد 100 للار خلي بالك دي انا عرف لها القانون بتاعها تمام والبي من لنفس الحاجة بس من اول طول 100 تمام والسي من اول ال 1 لحد ال 99 لنفس الحاجة بيقولي اني واحدة في يوم الكبيرة طيب تقولي هعمل ايه خلي بالك من حاجة خلي بالك من حاجة اه 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 الايه دي انا اقدر اجيب الفاليو بتاعها ليه بالقانون ما نعرفها والله الايه الفاليو بتاعها عبارة عن باخد ال N اللي هي 100 في N بلاس 1 اللي هي 101 سوري 101 over 2 يعني نحسبها كده اه وعادي يقولي طب ما تحسبهم كلهم لتا تقطهوا جاعة دماغك ما تكتب كله على الكالكوليترو خلاص يعني صح مش مهم يعني times 101 over 2 يطلع 5 0 5 0 دي اول واحدة واحد يقولي طب انا هكتب تاني واحدة على الكالكوليترو عم مكتبها عادي طب بنيجي لرقم C تعالي نجيب السي دي هنعمل ايه من 1 ل 99 اكيد اصغر يعني اكيد السي اصغر انا عارف ان السي اكيد اصغر من الايه مش كنتي كلها فل في النص دي ممكن تقولي هعمل ايه هجمع من اول ال 1 لحد ال 101 ونقص منها اول ترم من ال 1 لل 1 اه تمام يعني نقص منها واحد او هعملها على الكالكوليترو بصها اهو والله ما انا مزع عليك صمش انا اهو من اول ال R ب 2 لحد لل X اهو alpha X احنا اتفعنا بقى فيش R هي X هنا في الكالكوليترو اسمها X وهنا من اول ال 2 لحد فوق كام 101 ونحسب قاعد يحسب طلعت 5150 يبقى ال B طلعت 5150 خلي بالك ال B اكبر واضح ان هي اكبر من الايه يبقى ال B اكبر من الايه واكيد الايه اكبر من السي صح ما الايه من 1 ل100 والتانية من 1 ل99 اه يبقى اكيد برضو الايه اكبر من السي يبقى اكبر واحدة فيهم ال B بعد كده الايه بعد كده السي فين دي الايه رقم سي ايش باشا يلا بينا المسألة اللي بعدها بيقولك السي 1 عبارة عن مجموع من 1 لحد ال N والسي 2 مجموع الارقام power 2 تمام طب هو مجموع الارقام دي من 1 لحد ال N عايز يعرف معنى كده هل السي 1 اد السي 1 power 2 هل المجموع اللي هيطلع ليه اد مجموع ده power 2 طب خلي بالك تعالى نجيب الجنرال تيرم اللي هنا هو الجنرال تيرم هنا ايه من اول الارب 1 هو سممشن من اول الارب 1 لحد ال N لار ليه ما هو 1 2 3 4 ليه حط الارب 1 حط الارب 2 حط الارب 3 تمام طب هنا دي عبارة عن ايه سممشن من اول الارب 1 لحد ال N بس الار power 2 تمام هل اللي اتنين دول قد بعض تقول لي والله انا هفك دي بالقانون هنا بقى لازم نلجأ للرول الرول هنا بيقول ايه بيقول والله دي فكتها N في N plus 1 على 2 طب دي فكتها ايه N في N plus 1 في 2 N plus 1 على 6 هل ده وده بس بيقول لي لو مسكت ده عملته square يعني سوري لو مسكت ده بيقول لي لو مسكت C1 ده اسمه C1 وده اسمه C2 هل بيقول لي لو مسكت C1 هل هو هو C2 اعمله power 2 تقول لي وان هريسو دي يعني لو عملت ده power 2 هل هيبقى عبارة لما اجاب بسطه N في N plus 1 على 2 ازاي يعني ازاي ده بص ده في N power cam مستحيل طبعا إيه لها بالده لأ طبعا طب بص التانية بيقول لي ايه بيقول لي طب هل بقى لو مسكت البتاع ده هو اللي عملته power 2 هيديني C2 لأ برضه ليه بص كده ال N عليها power 2 هنا N plus 1 or square A2 N plus 1 و S6 وإيه الكلام ده لأ برضه لأ يبقى لا دي ولا دي تقول لي بموال ايه بقى اللي بعدها اللي بعدها بيقول لي لو عملتهم divide تعال كده نعملهم divide تعال نعمل C2 over C1 يعني هاخد ال N في N plus 1 في 2 N plus 1 على 6 هقسم ده على N في N plus 1 على 2 إيه اللي هيتشال مع ايه خلي بالك هشيل اللي في النميراتور ده مع اللي في النميراتور ده وال N plus 1 مع ال N plus 1 تمام هيتبقى لي ايه هيتبقى لي 2 N plus 1 على 6 over 1 على 2 طيب تقول لي وبعدين هعمل ال 6 دي شايف شايف ال 6 دي تنزل تحت تبقى 6 times half اه يعني تبقى لي تحت C2 على C1 سوري دي C2 على C1 تبقى لي 2 N plus 1 على 6 تنزل تحت تبقى half times 6 ب3 اه هو ده اللي طلعلي 2 N plus 1 على 3 يبقى هي رقم كام رقم C اللي بعده مسألة رقم 31 بيقول لحضرتك الكلام ده ب55 عايز يعرف power 2 بكام تقول لي هنجيب ال N فاكر احنا كنا لسه كنا حاسبينها دي فاكر لما قلتلك هنحسب ال N نعود نجرب كده كدت طلعت ال N بكام ب5 تقريبا اظن تعال نحسبها تاني كده اظن كده 5 من اول R ب1 لحد 5 للR alpha X هل الكلام ده لا ما كانش 5 يبقى كان كام كان 7 لا كان 8 ولا كان كام ولا 10 اعلا نجرب كان 10 كان 10 يبقى عرفت ان ال N بتن ال N بتن طلبت حضرته عايز يعمل نفس المسألة بس لل R part 2 اه يعني نفس الحاجة هون عرفت ال N خلاص عايز بقى يعمل دي بس ال X دي عملها part 2 ل R part 2 ونكتب يطلع 3 8 5 اللي هي فين اللي هي رقم A ماشا باشا المسألة اللي بعدها سهلة سهلة وبسيطة وعلى فكرة الدرس ده سهلة قوي هنا بص بيقولك 1 plus 1 part 2 plus 2 plus 2 بص دول اتنين سيرس مع بعض يعني ايه بص كده لو خدت ال 1 وال part 2 part 2 part 2 part 2 لحد N part 2 دول لواحدهم مسألة طب هما دول ايه general term بتاعهم R part 2 تمام كده plus ال 1 لوحدها وال 2 لوحدها وال 3 لوحدها وال 4 لوحدها لحد ال N دول لوحدهم بR هو ما عايز سمشن لدول كلهم من اول ال R 1 ولحد فين لحد ال N دي قولنا في ال plus وال minus بتتوزع دي الوحدها قانون ودي الوحدها قانون يبقى كأن عندي سمشن من R 1 لل R و سمشن تاني من اول ال R 1 لحد R power 2 طيب دي ايه القانون بتاعها قولنا القانون بتاعها N في N plus 1 على 2 plus دي ايه القانون بتاعها N في N plus 1 في 2 N plus 1 على 6 السؤال هنا بقى أنهي واحدة من دول هي دي آه ده انا محتاج عقعد بسطهم واعمل cross multiplication اقول لحضرتك حاجة أسهل ولا تهب بحاجة من دول خالص اعمل افرد ال N برقم وحسبه هنا يعني ايه يعني انا مثلا لو حطت ال N ب3 هنا وحسبت مش لازم لو في واحدة هي هي تبسطتها لو حطت فيها برضو ال N ب3 هي دين نفس الرقم بدل ما تبسط وتحرق بنزين خلاص انا على 2 بعدين بلاس فراكشن تان 4 في 4 بلاس 1 في 2 x 4 بلاس 1 يعني 8 بلاس 1 2 x 4 في 4 بلاس 1 في البركت التالي اسمه 2 x 4 بلاس 1 سوري 2 x 4 بلاس 1 ونقفل البركت 2 x 4 على الان over 6 اه اندو سيكل طلعت الاجابة 40 السؤال هنا بقى لو عوضت في 4 فأني واحدة من دول برضو يديني 40 تعال نجرب اول واحدة طبعا اول واحدة خلط N في 1 على 2 معنا كده ان دي مش موجودة فانا شاكك في 1 واحدة تعال مثلا نجرب اللي هي رقم كام تعال يا سيد نجرب رقم C نجرب كده الان 4 في 4 plus 1 ونفل براكت في 4 plus 2 على 3 وندو سيكل ايه ده طلعت 40 زي هيبه هي دي بس خلاص كده تمام يا باشا عرفنا كده عملنا ايه تمام نتكون واضح اللي بعد بيقول لذا some of the areas of the squares of the squares اللي sides بتاعتهم كزا خلي بالك هي area side time side يعني outside part 2 اه عايز مجموع الارياز طب هي ايه area 3 part 2 طب هي ايه area عايز مجموع 4 part 2 ايه area 5 part 2 ايه area 6 part 2 لحد 10 part 2 يبقى general term واحد يقول R part 2 استن R part 2 ده لو بيبتدي ب1 انما ده بيبتدي ب3 خلاص زود اتنين R plus 2 all squared تمام R plus 2 ده اسمه general term طب هو عايز من اول الار بكام او على فكرة كان ممكن واحد يقول لي حاجة تاني خالص يقول لي انا هفترض R part 2 عادي جدا R part 2 عادي جدا بس من اول الار ب3 ما انا عادي في الصميشن عادي لحد الار بتاني بس وراح دماغك صح كده يلا نعمل الكلام ده عال كالكوليتور يعني كان ممكن انا عادي الموضوع optional عادي جدا في 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 انما في كان لازم طبعا اعمل plus 2 وابتدى حط من اول الار ب1 كان ممكن واحد تاني يعمل لك طبعا كان ممكن احنا عادي نعم يلا alpha x power 2 ومن اول قلنا الار بكام من اول الار ب3 لحد الار ب10 يطلع الاجابة 380 اللي هي رقم كام رقم ب دي كانت المسألة رقم 33 اخر مسألتين عندنا بيقول if the sum of the first n terms of the positive integers equal 1 over 5 the sum of the squares of these terms يعني ايه الكلام ده بيقول لي مجموع اول first n terms يعني من اول الار ب1 الpositive integers الارقام معينة طبعا الانتجر عملها 1 2 3 4 5 6 7 8 مش عارف ايه يعني R صح كده بيقول ايه بقى 1 over 5 مجموع نفس الارقام دي الار بس ايه بقى L square بتاعه ده قد ده طلبت حضرته عايز يعرف ايه عايز يعرف الان بكام تقول لي تمام فهمتك كده طيب هفك دي دي عبارة عن N في N plus 1 على 2 equal 1 over 5 ودي عبارة عن N في N plus 1 في 2 N plus 1 بس على 6 عايز اعمل ايه عايز اجيب الايه اولاد عايز اجيب الان اولا هشيل الان مع الان N بلاس 1 مع N بلاس 1 ايه اللي تبقلي هنا تبقلي half صح معو 2 تحت ودي 1 over 5 ودي هنا 6 ودي 2 N plus 1 shift solve هتلي الان هتحط كده البتاع دي زي ما هي كده عال shift solve زي ما هي وتطلع الان بتاعتك تطلع الان بتاعتك ب7 ماشي باشا اللي بعده اخر مسألة بيقول في السيكونس دي خلي بالك السيكونس دي ماشي 1 2 3 4 بعدين 1 2 3 4 بعدين 1 2 3 4 بعدين 1 2 3 ايه ده كل 4 خلي بالك كل 4 من دول مجموعهم كام خلي بالك كده 1 2 3 مجموع دول كام اعمل ده بلاس ده بلاس ده مجموع دول ده كده 5 كل 4 مجموعهم 10 دول مجموعهم 10 دول مجموعهم 10 دول مجموعهم 10 يعني بص عايز اعمل 10 بلاس 10 بلاس 10 بلاس 10 كام واحدة بقى منهم تقولي كام واحدة تعال نعرف انا اسمت على 4 كل 4 بتن كل 4 بتن تقولي طب خلاص هاقسم الرقم ده اعرف انا عندي كام واحدة كام كام 10 اهي بقى هعمل 22 بص كده اطلع لك كام طلع لك ده انا عندي كام طلع لي عندي 505 يعني ايه الكلام ده يعني طلع عندي 505 من التن تخيل كده 505 واحدة ونص يعني ايه ونص يعني ونص يعني خد ايه بقى اقرب رقم وهنا برضو وهنا برضو ما ينفعش اخد 2000 كل الرقم ده بقى لأ خلاص طب هشوف ايه اقرب رقم ليه 2000 او 2020 سيب الترمندو لو عملته divided 4 دول كان بالزاب دول 550 واحدة من العشر يعني 505 من التن نقص لي ترمندو زيادة ايه الترمندو زيادة ما هيتكمل ايه بقى هتكمل وان تو ثري فور اه وزود عليهم وان وزود عليهم تو فهمت كده الموضوع عبر عن ايه تقول لي تمامي يبقى همسك 505 تايمز تن وزود عليهم ترمندو كمان اللي هم ايه بقى الترم رقم 2000 نزود عليهم ونزود عليهم يعني هزود عليهم تلاتة تبقى دي طبعا 5050 وزود عليهم تلاتة تبقى 5053 اللي هي الاجابة رقم C ماشي يا شباب ده كده كان يعتبر الدرس بتاعنا اتمنى ان احنا نكون استفدنا من الكلام ده اي اسئلة او اي استفسارات ياريت تبعتوا علي بنوفقكم كده وشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني